الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام روي حديث اليوم صحابي جليل هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه كنت أظن في البداية أنه عبدا مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن تعجبت حين علمت أنه حر من المدينة المنورة وهبته أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات رضي الله عنه وأرضاه والآن مع حديث اليوم عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت أمه القوم خشية على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول ابني ابني وسعت فأخذته فقال القوم يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار قال فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ولا الله لا يلقي حبيبه في النار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الدروس المستفادة من الحديث الشريف أولا نفر معناها من ثلاثة إلى عشرة من الرجال ثانيا رحمة الأم لا تعوض فاحرص على برها في حياتها وبعد رحيلها ثالثا رحمة الأم بابنها لا تقارن برحمة الله بعباده الموحدين فرحمة الأم هي جزء من جزء من أصل مئة جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى وأخيرا الرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما باهرا يرسخ دائما في أذان الصحابة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الموحدين اللهم ارحمنا برحمتك ولا تعذبنا بعدلك واجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الفردوس الأعلى برحمتك ومنك وفضلك وكرمك اللهم آمين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا للإطالة يريد كلنا نعمل مشاركة للفيديو ولو كلنا نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة اليوتيوب ولو تزور صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته